السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامسة لفتداء إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض في يونت 5 الوحدة الخمسة بلسن 2 إن شاء الله هنأخذ برضو لسن 3 حسب وقت الفيديو لسن 2 بيكون وقت الكلمات إنه نهاردة كلمات سهلة جدا أنت عرفين معظمهم عرفين green salad وعرفين كباب من اسمها حتى بعربي كباب بالإنجلش كباب عرفين طبعا بيف برغر بيف برغر صندويتش برغر وعرفين orange juice عصير برتقال orange juice مش orange juice orange juice وعرفين lemonade عصير الليمون قلنا كباب الكباب french fry french fries دي موفر دي جامع french fry french fry french fries قلنا بيف برغر جامعها بيف برغر بيف برغر سباكتتي سباكتتي طبعا هنا حرف صامت سباكتتي بار بيكيود بار بيكيود بار بيكيود ثلاث مقاطع orange juice عصير برتقال متعارفينها ليمونيد لتر لتر يعني جواب او خطاب لتر لتر لها معنى تالي بمعنى حرف حرف لتر وبرضو معنى جواب او خطاب بيسكويت بيسكويتا 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 كاندي الحلوة الفعل mail يعني يرسل بالاميل او يبعت mail a letter يبعت جواب mail a letter الفعل say يقول قال say said requesting help طلب مساعدة اطلب مساعدة من حد اقول excuse me معذرة ابحث عن أساط الخضر اللي رد بتاعها هقول it's over there over there يعنى هنا هناك on the left على الشمال على اليسار offering العرض عرض شيء على شخص اقول would would you like a biscuit would you like some tea هل هل ترغب في بعض الشاي would you like a biscuit هل ترغب في بيسكويتا هقول لي مثلا yes please نعم فضلك or no thanks لا اشكرك عشان اقترح شيء على شخص اقول how about or what about how about some ما رأيك فيه او ماذا عن how about some والشيء اللي بعرضه how about some candy ما رأيك في بعض الحلوة how about some candy no thank you or yes please او thank you طبعا لو لو انا عاوز كلام ذا هقول yes thank you او no thank you برضو شكرا لا شكرا او 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 حسن شكرا او ماذا عن او او صفر number one circle and place دايرة وعند كلمة مختلفة ووديها طبقى كلمات ليمونيت كيباب رايز بيف بورجر طبعا أكل 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 كلهم فود طعام لكن ليمونيت ده درينك شراب هقول أي شيء تاكل ولكن ببيتزا سباكتة أي حاجة تاكل سباكتتي فرنش فرايز سالد بوك طبعا النفس كلام دوله أكل أما بوك مش أكل مثلا أقول إيج بيتزا بيكتر رايز تشيكن نفس الكلام كلهم أكل أما بيكتر مش أكل دي صورة هقول مثلا أي شيء ونسأل هقول سارد سارطة كيباب ميك سباكتتي سارد نفس الكلام دوله أكل أما ميلك مش أكل هقول رايز هابي كيباب سباكتتي بيف بورجر نفس الكلام دوله أكل كلهم هذا هابي سعيد دي صفة هقول مثلا هقول ولكن ميت لحم شوز اختر أنا سوف سام سباكتتي إحنا عارفين من يونيتة فور إنه بمعنى سوفة أو أن وي بعدها الفعل في المصدر الفعل جو أو فعل باي قصدي هنا باي سام سباكتتي عشان أعرض شيء أشع سأقول له هل تود؟ هل تود؟ أحب بيف بورجر بيف بورجر بورجر بيت تاكل أريد شيء أحب بيين سالطة سالطة خضر read and answer اقرأ واجب احمد is in primary 5 احمد في خمسة داي he has one brother called عمر عنده اخ واحد اسمه عمر they are going to go to a food festival next week هما هيروحوا لمهرجان الطعام لسبوع القادم احمد likes كباب and spaghetti احمد بيحب كباب وسبكتي he likes drinking lemonade بيحب يشرب عصير للمونادة his brother اخو عمر likes green salad and burger بيحب السرطة الخضرة ويالبرغر last week اسبوع اللي فات they went to a new restaurant ذهب الى مطعم جديد they had spaghetti and green salad تناول سرطة الخضرة they drank orange juice too وشربوا عصير برتقال ايضا the food was delicious there الطعام كان لذيذا هناك fill in the blank box with true or false صح وخطأ number one احمد is in primary six احمد في سنة ستة الجملة false خطأ ليه عشان هو في سنة خمسة احمد likes green salad and burger بيحب السرطة الخضرة والبرغر الجملة false بيحب رسبكتي احمد likes drinking lemonade بيحب يشرب عصير للمونادة او للمونادة لبعا الجملة true صحيح where are Ahmed and Amr going to go next week اين سيذهب لسبوع القادم حسب الكطاع they are going to go to a food festival مرغان طعام how was the food at the restaurant كيف كان الطعام في المطعم زي ما قلنا في الكطاع في اخر جملة it was delicious كان لذيذا رتب الجمل very spaghetti is nice نبدأ الجملة ب spaghetti الفاعل في الجملة والفاعل بعد الverb دائما دائما يجري ندرتب والجملة تبدأ باسم فاعل يعني او ضمير هيكون الفاعل اول وبعدين الفاعل هنا فين الفاعل في كلمات الفاعل is spaghetti is وبعدين very nice تكون جميلة جدا او رطيفة جدا spaghetti is very nice number two like beef burgers do you نبدأ الجملة بالفاعل بمعنى هل والفاعل يو وبعد الفاعل الفاعل بعده الفاعل like يبدأ do you like beef burgers هل تحب beef burgers number three salad i eat to like نبدأ الجملة بالفاعل وبعدين الفاعل like i like to eat انا حب ان ااكل salad number four some fries how french about نبدأ السؤال به how وهاو بعدها about how about some french fries ما رأى كفي بعض على البطاطس النقلية لكن five السؤال الباغراف نكتب جميل خمس جميلة على الصورة زي ما قلنا كل مرة نبقل كل مرة نبص على الصورة مين في الصورة هو أو هي أو هما فين وي بيعمل أو بتعمل أو بيعمل أو بيعمل ويكتب الجميل نرجع تاني هي تحب بيف برگرز هي تحب البيف برگر والبطاطس المقلية هي تكون سعيدة وكذا خلاصنا listen to من unit five أتمنى لكم التفتيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكتفي بهذا القادر من unit five كذا خلاصنا مع بعض listen to أتمنى لكم التفتيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء باي